معي على في مدخل دلوقتي على هوا مباشرة من دبي النهاردة نادي الأهلي كابتن محمود الخطير كان بيستلم جائزة مهمة جدا جائزة سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم للابداع الرياض واستلام الأهلي الجائزة بصفته أفضل مؤسسة رياضية عربية هاخدت عليك على الجائزة لكن أروح مباشرة إلى دبي مع الزميل العزيز محمد توفيق مراسل قناة الأهلي موجود حاليا من أمام فندق إقامة الوفد المصري ووفد النادي الأهلي في دبي محمد مساء الخير عليك مرة تانية وفي ضيافة بالتأكيد الكابتن ماير همام برحب بيك مساء الخير زميل العزيز محمد برحب بيك وكابتن ماير همام نادي الأهلي وكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي وبرنامج الثالث طيب قول لي بعد الوقتي هل في إيفنتات في أحداث أخرى عقب حفل الختام وبرضه لو في اجتماعات أول نهاردة في الكواليس إيه اللي تقال بخصوص الأهلي من خلال الاستلامه جائزة أفضل مؤسسة رياضية عربية عن المجموعة الاقتصادية للتمويل الذاتي وهذه المبادرة الرائعة اللي أطلق الأهلي في عام 2021 في ظل جائحة كورونا بالفعل يا محمد يعني من خلال وجود هنا أقدر أقولك أنه النهاردة انتصار جديد للنادي الأهلي وكان آخر انتصار قروي كبير كان للنادي الأهلي كان على ضفاف المحيط الأطلنطي والنجمة العشر النهاردة بنوصل لضفاف الخليج وانتصارات الأهلي من المحيط للخليج يمكن بس مش جائزة في حد ذاتها إنما محمد النهاردة تسمع الناس وهي بتتكلم عن النادي الأهلي فخر ما بعده فخر ناس كلها فعلا بتتكلم من جنسيات مختلفة عن النادي الأهلي تبتتكلم النهاردة أن الجهة المناحة للجائزة اللي هو مجلس دبي الرياضي بيتكلم أن تجربة النادي الأهلي لابد أن يتم تعميمها على كافة المؤسسات الرياضية العربية خاصة في مبادرة النادي الأهلي والتمويل الذاتي في ظل فطرة كورونا كمان من الكواليس بقى الحاجات يعنينا نشوف نالحفل على هوام وشورة عن قرن رانات النادي الأهلي لكن فيه من الكواليس يمكن كابتن محمود الخطيب وجلوسه النهاردة راعي الجائزة الشيخ الحمدان بن محمد بن راشد المكتوم النهاردة كابتن محمود الخطيب بيضقي كلما يبنع المكرمين من جميع الجنسيات النهاردة احتفاء غير عادي بالنادي الأهلي وبكابتن محمود الخطيب وبتجربة النادي الأهلي الرائدة يمكن الناس كلها اتكلمنا النهاردة معهم بعد انتهى الحفل يعني انبهار غير عادي بالنادي الأهلي زال ساعة كاملة بعد التكريم ما انتهى يلتق الصور تسلام مع جميع الوفود pitying العربية الموجودة كمان كن فيه شاب صغير إماراتي انت ما شفتش كابتن محمود الخطيب بيلعب وما عصرتوش قال لي كفاية شهرة النادي الأهلي كابتل محمود الخطيب كلنا نعلمه جيدا ونعلم قيمته وقيمة النادي الاهلي كابتل محمود الخطيب كمان يعني دور النادي الاهلي الوطني اللي دمنا بنتكلم عنه كان حريص فور انتهاء الحفل التوجه للجناح المصري هنا في معرض اكسوب دبي طبعا يعني يحدثوا لحرج عن هذا المعرض العالمي يعني الأول من نوعه على مستوى العالم كابتل محمود الخطيب كان حريص جدا على يتفقد الجناح المصري ويمكن أشاد جدا بما يتم داخل الجناح والمصريين الموجودين القائمين على العمل هناك طبعا دور النادي الاهلي الوطني اللي لا يقل أهمية عن الدور الرياضي اللي بيكون به النادي الاهلي بشكل عام أعتقد أي أهلاو من حقه فعلا يفخر بالنادي الاهلي وما محققه من إنجازات سواء إنجازات رياضية داخل الملعب أو إنجازات مؤسسية خارج الملعب وكمان كابتل محمود الخطيب اللي بيقود سفينة النادي الاهلي وأعتقد النادي الاهلي محمد رؤية بيغرد خارج السرب على الأقل إفريقيا وعربيا طيب محمد قبل الحفل الختام وتسليمي للجوائز كان فيه أكيد ورش عمل بيتم من خلالها كل فائز بيشرح الفكرة والإبداع اللي قدر يشتغل عليه أو يقدر يوريلي الناس خلال الفترة الأخيرة كل واحد شرح الفكرة بتاعته من خلال ورشة العمل ولا إيه اللي حصل قبل تسليمي للجائزة بالفعل زي ما قلت محمد يمكن الوافد الرسمي للنادي الاهلي طبعا بالأس كابتل محمود الخطيب وفي وجود الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي يمكن تم إعداد ملف قوي جدا يمكن نتكلمنا مع لجنة التحكيم المسؤولة عن الجائزة هنا يمكن بقية الدكتور خليفة يمكن بيتكلم أن ملف النادي الاهلي كان ملف من ضمن 54 ملف قدمه في هذا الفرع من الجائزة أو هذه الفئة وهي فئة المؤسسة الرياضية 54 ملف تم المنافسة بينهم ملف النادي الاهلي تفوق بشكل كبير جدا المبادرة اللي أطلقها النادي الاهلي يا محمد مبادرة التمويل الزياتي خاصة في الظل فترة كورونا أنك تضاعف يعني بعكس كل ما حصل في كل الأندية على مستوى العالم كمان لا أنت بتضاعف المدخلات اللي عندك بيتوفي بكل العقود بتعمل تنمية جديدة فروع جديدة بتتفتح فروع قائمة بيتم تطويرها المبادرة لما شافوا يعني زي ما بقولوا الملف النادي الاهلي وما مدعمهم من أرقام وإحصائيات وبالنتائج وزي ما أنت عارفت للجائزة وتحضرها من قبل في 2014 بيتم التطقيق والتحكيم بشكل كبير جدا بشكل مؤسسي بشكل علمي مدروس جدا فقدر ملف النادي الاهلي يعني زي ما قلنا يعني النص اللي طالع من الجهة المناحة للجائزة وهي مجلس دوباء الرياضي قال لك تجربة تستشرف المستقبل ويجب الاحتزاء بها وتعممها على كافة المنشآت الرياضية عايز أقول لك كمان من الكواليس النهاردة يمكن كان تقلق مصري كبير جدا دكتور حسن مصطفى وفوزي الاتحاد الدولي لكرة اليد بجازة أفضل الاتحاد الدولي خلي بالك يا محمد ودي معلمة مهمة جدا دا كان عن تنظيم كأس العالم لكرة اليد في مصر 2021 ودور الحكومة المصرية والقيادة السياسية زي ما كان بيتكلم كابتن مهل همام في أول كلامه ان القيادة السياسية في مصر يمكن مش كأس الأفريقية بس لا بطولة العالم يعني تم قامتها في ظروف العالم كله كان بيقول انها لا يتم لا يمكن أن تقام كمان في توكيو تم تعميم التجربة اللي قامت بقى الحكومة المصرية في كأس العالم المقراطي اللي قد تم تعميمها في أولمبياد توكيو أي مدني والفوز بأحسن إداري عربي طبعا لانضمامها للمكتب التنفيذ الاتحاد الدولي الخماسي الحديث طبعا في ريال أشرف كمان كانت من ضمن المقرمين ولكن يمكن فيه بسقارة عمل قبل الحفل بمين فطبعا كانت نتيجتها إجابية فلم تتمكن من حضور الحفل يا محمد زميل العزيز محمد توفي أنا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق للأهل يا ربي خلال الفترة القادمة كابتن مانا نجح نعلق على الكلام ده لأنه نطلع فاصل وبعد الفاصل بينضمننا أيضا كابتن محمد حشيش نجم النادي الأهلي الصدق